اهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة مع احلى مع ماسي حلقة جديدة وتساؤلات كتير جدا بتجلنا واسئلة كتير من كل السادة المشاهدين ده اللي هنعمله النهاردة من خلال ضفت اللي من ورانا ضفت النهاردة دكتور دينة ابو صعود المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارما اهلا بيك يا دكتور دينة اهلا بيك يا مورانا وبيجلنا تساؤلات كتير جدا عن ماسي دورو جولد وعمل ضجة كبيرة جدا في عالم التجميل كل الناس بتسأل طب ازاي كريم يعني في الفترة الصغيرة دي عمل ضجة بالشكل ده وبيصغر عشر سنين اه بعناصر كتير جدا بمكونات ماسي دورو جولد طبعا لان ماسي دورو جولد مختلف عن اي منتج تاني لان ماسي دورو جولد فيه 56 عنص 56 عنص طبعا يعني من اهم عناصر ماسي دورو جولد لازم اقول على طول ان تخيالي فيه كريم فيه جزيئات ذهب فيه كافيار فيه كولاجين فيه سيرامايد فيه مادة الفيلر وكمان مادة بتشتغل زي البوتوكس الفيلر والبوتوكس داخلين برضو فيه مش بوتوكس عشان الناس كتير بتقولي هل هو يحتوي على البوتوكس وبيحتوي على مادة بتشتغل زي البوتوكس بتعمل مصر ريلاكسيشن بسر تركيبة معينة بمزج ومعين لكل المكونات المهمة دي بست سنين ابحاث وكلينيكل ترايلز على ماسي دورو جولد عشان كده يقدر يصغر في سن البشر عشر سنين ويقدر يعالج مشاكل كتيرة جدا في البشر زي النظارة طبعا لكلنا بنعاني منها عشان ما بنشرب شمية ومشاكل كتير جدا يتبقى باينة زي البقعة بجد اعتقد ان كتير جدا سيدات ورجال بيعانوا من بشر عدم مش صحية شكلها فيها بيل فيها شحوب طبعا البقع كتير نتيجة الشمس نتيجة اثار حب شباب طبعا كل الحاجات دي بتبين لأكبر من سننا يعني ممكن الشكل يكون حل اه طبعا ممكن الشكل يكون حلو بس مثلا عندها هالات سودا عندها مشكلة صغيرة تقدر تعليجها بمزج دورو جولد لكن المشكلة دي هي عاملالها نفسيتها نفسها متوقعش متزبطة فعلا وعدم النظارة عارفة من غير حتى هالات سودا عدم النظارة ده بيدي شكل يعني مزعج جدا البشر ومنعنا نشتري كريمات مرطبات قد كده بنوصرش برضا طبعا ومنحط ميكب كتير يعني على طول بقول فعلا لو حطينا ميكب والارضية مش سليمة شكلنا بيبان يعني لو عندي فاين لاينز تحت عناية وحطت كونسيلر وباودر عشان اداري الفاين لاينز بتبان اكتر مهمة اوي اوي اقول ان الماسي دورو جولد مش بس تجميلي لان مثلا الميكب بيداري عيوبه بيجمل لكن الماسي دورو جولد بيعالج علاجي وتجميلي طبعا اكيد طيح نروح نشوف تقرير ونرجع لدكتور دينا مرة تانية تابعونا ورجعنا ليكم مرة تانية بعد التقرير دكتور دينا ابو صعود طبعا احنا كلنا شفنا التقرير كان عامل ازاي وشفنا قد ايه ازاي الكريم بيمتص البشر على طول مهمة اوي فعلا اقول ان الماسي دورو جولد ليه مختلف عن كل المنتجات التانية لانه متصنع بالنانو يعني ايه نانو ممكن الناس كتير مترفش عن ايه النانو تكنولوجي النانو تكنولوجي دي اقوى تكنولوجيا تقدر يتصنعي بيها اي مستحدة التجميل يعني كل الكمبوننت صغيرة جدا فتقدر تختارك البشرة بسرعة اوي ماسي دورو جولد ينفع ويصلح لجميع انواع البشرة لانه فعلا متصنع بالنانو تكنولوجي يعني ما بيصيبش اي جريزي ريزيديو عالي سكين ما بيصيبش اي اي اوي連ي سكين مناسب جدا للبشرة الدهنية والبشرة الجافة والبشرة الحساسة وكمان المختلطة كل دا بينفع معايه ماسي دورو جولد عزي جدا ما بيصيبش اي اثار دهنية او اي حاجة عالي البشرة مهي ناس بتقلق ما الموضوع ده طبعا لو حطينا ماسي دورو جولد بعدين مش هتحس واي جريزي ريزيديو خالص هتشوفي بس بالندارة يعني مهم أو يقول إن احنا أول ما بنحط الماسيدورو جولد هنحس بشوية سخونية شوية لسعان بسيط طبعا نتيجة التنشيط الدورة الدموية لديه برده عشان بيجينا أسئلة كتيرة طبعا نتيجة التهب الدهب بينشط الدورة الدموية جدا يعني الحمار طبيعي للبشر طبعا يعني ماسيدورو جولد ليه مختلف وليه حلو جدا لأنك انت تقدر يتجميلي نفسك من غير أي تدخل جراحي ولا أي ميكب تمام دكتور دي نحن كنا نتكلم قبل الحلقة من الكريم أو ماسيدورو جولد يعني ما حدش يعرف يشتريه إلا من خلال الأرقام الموجودة قدام كل سادة المشاهدين وصفحة السوشيال ميدي الخاصة بين ماسيدورو جولد ده لي يا دكتور دي لكذا سبب يعني أول سبب طبعا منعا لتزيف والغش التجاري السبب الثاني إن احنا منحب جدا نعرف الفيدباك وقراء العملاء السبب الثالث والمهم إن احنا منحب نسهل على العملاء جدا يعني فيه سيدات كتير رباط بيوت مش عايزة ما بيحبوش ينزلوا يدوروا على أي حاجة في الماركت سهل قوي إنهم أي حد أي حد مسادة جمهوري تكلم على الرقم اللي ظهر على الشاشة يحصل على ماسيدورو جولد بيروح على أي مكان يعني يقدر أي حد يكون عايزه من خلال الرقم يوصلوا عادي جدا ماسيدورو جولد على أي مكان فعلا مجموعة شركات ماسيدورو جولد موفرة منذبين في كل أنحاء جمهورية مصر العربية يعني ناس كتير بتقول طب لو أنا عايزة ما سيدورو جولد أقدر أحصل عليه في أي وقت لو طلبت ما سيدورو جولد النهاردة بيوصلها في نفس اليوم ده طبعا لو جوا قاهرة وفي بعض المحافظات بضو بتوصل في نفس اليوم لو محافظة بعيدة شوية بتاخد ماكسيمم يوم كامل 24 ساعة طب ده حلو جدا وهائل وبسرعة جدا نحن كنا نتكلم يا دكتور دينا عن إزاي ما سيدورو جولد بيعالج كل مشاكل البشرة ولكن هنروح نشوف تقرير ونالجي عليكم مرة تانية تابعون ورجعنا لكم حضراتكم مرة تانية دكتور دينا نحن كنا نتكلم عن أغلب المشاكل اللي بيعالجها ما سيدورو جولد طبعا كل الستادة مشاهدين متوشوكين جدا وهم يعرفوا ايه أغلب المشاكل اللي بيعالجها أغلب المشاكل أو six actions لما سيدورو جولد طبعا أول حاجة anti wrinkle مضاد للتجايد anti age محارب لشيخوخة البشرة whitening ما سيدورو جولد يقدر يفتح لون البشرة most rising يقدر يعمل رتوبة عالية قوي للبشرة في أكشن مهم قوي اللي هو nourishing يعني نظارة والنظارة دي بتبان من أول الاستخدام آخر أكشن وبالنسبة لي مهم جدا الفيس لافتنج يعني كريم ما سيدورو جولد بيقدر يشد الجلد أو يشد البشرة فعلا كلنا عارفين طبعا أن ما سيدورو جولد مصنع في إيطاليا في ناس كتير يقولك طبعا أنا أجيبه من بره لو سفرت بره أو أجيبه مثلا أرخص طبعا أنت عارفة كل الشعب المصري بيحبي بأزاكي فأنا عايزة أعرف هو ممكن يحصل عليه من خلال أي دولة أو أي بلد أوروبية بصي فعلا في أسئلة كتير أنهم عايزين يحصلوا عليه من شركتنا الأم أو الشركة الرئيسية طبعا هي ما سيدورو جولد الحقيقة ما سيدورو جولد مارينو إيطاليا هي بتصدر بكميات كبيرة جدا وبكميات ضخمة يعني هي اللي مصدر لنا بكميات كبيرة في شركتنا في مصر يعني هو منفذ بيع للجملة فقط أو مثلا للعدد كبير بصراحة يعني الشركة الأم بتصدر للوكالات وبتصدر لجميع فروعنا في أنحاء العالم بكميات ضخمة لكن أي حد عيش في أوروبا سواء إيطاليا سواء ألمانيا أي حد أو حتى أمريكا بيتكلم على الرقم اللي ظهر على الشاشة والمنتج بيوصله لحد باب البيت برضو من خلال الأرقام الموجودة قدام حضرتك طيب هنروح لنقطة تانية دكتور نكلم بقى عن الدهب وعن الكافيار وإزاي كل البشرات بيستفادوا منه الدهب مهم قوي للبشرة الدهب بتخلي البشرة تتنفس الدهب بيحفز على دخول الأكسوجين الدهب بيشتغل على حاجة مهمة جدا الميلانين يعني لو شفنا تصبغات موجودة في البشرة أصار حب شباب هنا قدامنا طبعا ده قدامنا شكل جزيئات الدهب وده طبعا الكافيار الكافيار برضو مهم لأن الكافيار بيعلي منعة البشرة جدا الكافيار بيفتح لون البشرة بيخلي البشرة صحية الكافيار كمان مصحح للتجعيد لو هنتكلم بيقولولي إزاي كريم يقدر يعالج التجعيد أول حاجة الدهب بيعالج التجعيد الكافيار بيعالج التجعيد الكولوجين بيعالج التجعيد السرامايد بيعالج التجعيد الفيلر بيعالج التجعيد والأسيتال هيكساب بتعالج التجعية إذن كده بقى بيستغل عشر سنين فتخيالي كل العناصر المهمة جدا دي فعلا موجودة في ماسي دورو جولد طيب هنروح لنقطة تانية يا دكتور دينا وكنا نتكلم عن الرجال اللي لبسهم يستخدموه لأنه طبعا ما عندهمش بدايل تانية ولا عندهم مثلا عملات جراحية ممكن يعملوها طبعا بيستسهلوا ويكونوا عايزين ماسي دورو جولد إزاي بيستفادوا منه رجال كتير بتقدر تستفاد من ماسي دورو جولد إن لو هنتكلم عن أنسب الأوقات اللي نحط فيها ماسي دورو جولد طبعا ليليا على طول بقول أن عشان نعالج مشاكل كتيرة في البشرة أنسب الوقت يكون بالليل طبعا رجال كتير مبسوطة من ماسي دورو جولد لأنه بيديهم نظارة عالية قوي بيديهم صحة في بشرتهم لأنه فعلا زي ما قلت ما عندهمش أوبشن يحطوا ميكاپ أو الميكاپ بيداري شوية بلاشر هما معندهمش أوبشن ده طبعا الناس كتير بتقول ليه اللاسعين يعني ليه من أول ما منحط ماسي دورو جولد بيحسوا بلسعين خفيف ماسي دورو جولد بينشط الدورة كل يوم دورة دموية حدث بيدل أحمار يعني تخيالي أنك تريد تعملي مساج لبشرتك يوميا يعني قريدي أنت أولا مع تعملي كده هتلاقيه الشيك بيحمر فماسي دورو جولد الدهب الفي يقدر يحفز على كونجين ويقدر يحفز على تنشيط الدورة الدموية يوميا طيب إيه رأيك نروح نشوف تقرير ونرجع لحضراتكم مرة دانية استنونا مشاهدين ورجعنا لحضراتكم مرة دانية دكتور دينا عايزة أسألك على شركات ماسي فارم هل لها فروع في أنحاء العالم ولا لا؟ طبعا مجموعة شركات ماسي فارم مالتي ناشنال يعني الشركة الرئيسية أو الشركة الأم ماسي فارم إيتيلي مقرها سمارينو إيطاليا شركتنا في مصر ماسي فارم إيجبت مقرها القاهرة مصر عندنا شركتين في دبي ماسي فارم غالف مقرها جبل علي دبي الإمارات عندنا شركة تانية في دبي ماسي فارم غالف مقرها دبي الإمارات وإن شاء الله قريب جدا ماسي فارم أمريكا مقرها فلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية تمام ده حلو جدا طبعا ده بني سهل لكل سادة مشاهدين الحصول على ماسي دورو جولد دكتور دينا نروح نشوف تقرير ونرجع لكم مرة تانية تابعونا مشاهدين ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعايا دفتي دكتور دينا أبو السعود دكتور دينا كنتنا عايزين نتكلم عن تصريح ماسي دورو جولد طبعا احنا بنضم لكل سادة المشاهدين ان احنا معنا تصريحين مظبوط كده؟ طبعا المهم قوي ان احنا نقول ان ماسي دورو جولد مترخص من نزارة الصحة المصرية ماسي دورو جولد مترخص من الابتحاد الأوروبية هنا واضح قدامنا التصريح؟ طبعا ده تصريح وترخيص وزارة الصحة المصرية يعني وزارة الصحة المصرية اخذت عبوات عشوائية وحللتها لقيتها فعلا متابقة للمواصفات ولقيتها فعلا تحتوي على كل العناصر المهمة دي وانه ملوش اي اضرار ولا سايد افكت على البرش مش بس كمان ترخيص وزارة الصحة المصرية ماسي دورو جولد مترخص من الاتحاد الأوروبي يعني قبل ما يخرج من هناك في تصريح من هناك طبعا يعني مهمة قوي اقول لكل سادة الجمهور انا محدش يحط كريمة على وشه مش عارف مصدره ايه ولا مصدره ايه لانه فعلا فيه كريمات كتيرة مجهولة المصدر ممكن تعمل سايد افكت في فضيع البشرة مش معنى ان احنا عايزين نجرب حاجة جديدة لازم نبقى عارفين نبقى محترين وعايزين نعليك بشرتنا طبعا طبعا فماسي دورو جولد امن جدا جدا ماسي دورو جولد واستخدم من 18 سنة وينفع لكل الوان البشرة وكل الانواع البشرة وينفع لسيدات ورجال تمام ده حاجة مهمة جدا دكتور دينة ابو السعود المدير الطبي لمجموعة شركات ماسي فارم بشكرك جدا يا دكتور دينة معنا بجد استفدنا جدا منك بشكر حضراتكم على وجودكم واستماع كلنا النهاردة اشوفكم حلقة جديدة واحلى مع ماسي الى اللقاء اشتركوا في القناة